بالنسبة للا لانغ ايكزيجي نحن ده بارات شي اللي يخدامنا بيه اليوم هو هذا اللي بغايدير لغايديرها ومن اللي كي يخرج بالليسانس مك يعرف شي يتكلم والشركات كي يقول لك هذا ما عندي ماندير بيه احنا بغينا ومن حتاقروش الكفاءات ديالشباب ديالنا انا جاءت جريبة في مراكش ودريتها في فرنسا ملكة ترغم كل شي كي يدخل احارفي وما درناهاش باش زمان تكرفسوا على الوليدات لا احنا درناها بغينا وليداتنا يكونوا ناجحين باش يكونوا ناجحين يخصوا يتكلم فرنسية ويتكلم النجليزية ويكذبش اللي ناشي واحد ما نكذبوش اليهم الفرنسية والنجليزية ولت مهمة يقدر يلقى بها عمال لا هنا ولا ايه ولا في الدراسات كاملين ونفتح لان بيها سيقدر يقرأ مقالة هاتر بيها سيمشي البلايس خورين لان احنا تخيلوا معي اي طالب مغربي بالليسانس يتكلم عربية فرنسية ونجليزية نحلموا مع رأسنا ونشوفوا اشنا هما الكفاءات وشنا الاستثمارات اللي غاديوا يقدر يوجيونا اللي بغيناها نتنقول ومع رأسنا جميعا نتكلمو اللي بغيناها لولداتنا احنا شخصيا نبغيوها لولدات الخرين انا اولاديكي تتكلموا وبعات اللغات انا فهمتها من الصغر وانا ما كانتش عندي الحد وهو ما خصونا نعطيهم أمي لماذا نتحدث عن الدول المجاورة؟ هذا ما لا يوجد هناك نقاش وكما رأيته قلنا بـ B1-B2 في لسانس أنا مآمن بأن هذا المنموم هو المنموم و سيكون هناك طلبة كل شيء سيأخذها لا يوجد مشكل سيأخذها بـ B1-B2 ولكن من الذين سنرى اسمتها ستجدون أنهم ستجدون كثير من ذلك هذا اليوم عندما يأتي من البكالورية يتحدث جيدا كيف نعطيه الفرص؟ و هذه البنيات والولدات التي لم يأخذها بجدية سيأخذها بجدية و لا نتبقوها عن هذه الكينين سيأخذها من الأول سيأخذها أجي ودخلتها هذا المصار كيف سيكون و كيف سنضع لكم البلاتفورم و كيف سنقرر لكم و كيف سنضع لكم المسائل لكي تكونوا في هذه المجالات سيأخذها سيأخذها كيف سنقرر لكم و كيف سنقرر لكم و كيف سنقرر لكم و لا يوجد نقاش فرنسي أو أنجلوسكسوني كيف سنقرر لكم أو سيربي في العالم كامل و إذا أردت أن تقول أن أنجلوسكسوني ربحوا ربحوا و ترى أوروبا و ترى المدينجا و ترى التفكير في تحولة كاملة التعليم العالي و سيأخذها بحل بحل كل ذلك بحل 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 و يجد مجال العالم كامل و النقاش هل فرنسية و هل إنجليزية؟ لا يجعلنا공 نتذكر لأن ألاحنا أولادنا تتحدث عن فرنسية عربية و إنجليزية و لا يتحدث عنها و لكن كان كامل و يصل لديه إشهاد في الإجليزية و الفرنسية و من أطلب أن يخذوا و يقوموا بشكل من فاتحين عن اللغات قدما بلادنا عادي تتقدموا قدما الإنسان دينا غادي يوصل. النقاش ما مبقاش سياساوي ما بقاش هاد لان انا ما بغيتش نطرق لي. احنا خدامين باش بلادنا تولي بحل الدول المتقدمة بالنسبة للتعليم العالي. والدول المتقدمة سيروا يشوفوها. كاليفيو هكي بغيتو. شوفو واش تاليان فرنساوية واش سبانيا فرنساوية. واشوفو المقارنة ديال الإجازة ديالنا والمصدر ديالنا والدكتورة ديالنا وغادي تشوفو. ما النقاش اللي ولا اليوم وهو الجودة ديال تعليم العالي والجودة ديال الديبلومات. والإشهاد اللي غادي مشي معاه غادي يكون أجيال الجديدة اللي أنا بزات شركات اليوم والتي تتعامل بالسيرتيفكاتي. راكيني اليوم شركات كبيرة اللي كتوضف بلا تيقولك السيرتيفكات. أعطيني السيرتيفكات الانتليزيون سيرتيفيسيال. إذا كنت تكتب في سيفي ديالك بأنك تعرف ميكروسوفت. بقاوش كي يديوه فيك يقولك لا جيب لي السيرتيفكة بأنك تعرف ميكروسوفت. كنت تعرف دير وورد باوربوينت اكتا. كان شركة يقولك داكو رادي انتكتبتها. وانا ما عنديش الوقت باش مقنن. باش بقنن دووز لك الامتيحان وانا ما تتعرف. عندي سيفيات بحال هكا ولكن متكتب لي الإشهاد. كم شنقلب راشة هذا عندك دونكسة في سيفيات الموضوع. هذا هو اللي حسنا نتعاون معه مع الطلباتنا باش نفهمهم. وكنا لدينا شيئا اخرى ما تكلمت عنه اليوم. اللي ستأتي من بعد. سيكونوا فيها وصفة الإشهاد. اللي سنقوم بها تقليل بشوية. نشوفوا كيفاش. كان الناس اللي ربما خدوا ديبلوم صغير. ولكن ماشيو خدموا. وهمتهم كفاءة كبيرة اللي ربما تتساوي ديبلوم كبير. ولكن كيفاش نديرولي الاعتراف بيها بشوية وبالعقل. باش من ندخلوش في شي حوي جخرين. إحنا غادين فيها. اللي ما تكلماش عليها أيضا واتشت على الترنانس. درناوح التجارب اللي اليوم الدرد في الباط ودرد في قنيترا. وش مدين أخر وكا ودر بيدا. اللي غادين مشيو كيفاش تهيالي تكلمتلكم على الاستاتو ديالتوديون. باش ندخلوها ونديرولي المرسوم ديالها. ونديرولي هالوستاتو ديال اللي تودين باش من اللي غادي دير لالترنانسي واللي خدام شهر في الشركة وشهر في المدرسة. ويكون هاد الانفتاح هذا اللي غادي خلي يعطينا واحد الأبواب كبيرة. اللي ربما كل طالب كي بشي يختار الجهال اللي غادي يتناسبو. وقدما كترنا من هاد المساليك. قدما كترنا من هاد التوجهات. قدما نقدو الشباب ديالنا. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة